اشتركوا في القناة فأعطاه الله نعمة في عيني الملك الذي قدم إليه رسائل توصية وانطلق إليها ظهر نحمية كرجل صلاة وعمل في نفس الوقت فقد بدأ العمل بالصلاة متكلا على الله نفسه اشترك نحمية مع جميع طوائف الشعب في بناء سور أورشليم واشترك الشعب أيضا في التوبة الحقيقية لله وتطبيق أحكامه وشعائره ولكن الشيطان عدو الخير حاول أن يوقف البناء بتحطيم النفس وبالتآمر للحرب ومع كل تلك المحاولات إلا أن بناء السور قد تم ظهر في السفر مواصفات تثبيت العمل وهي التنظيم والحراسة بحكمة البناء بالشريعة الإلهية البناء بالتوبة الجماعية التعهد بتقدمات إلى الرب تنظيم السكن في يهوذة تدشين الصور إصلاحاتنا حمية بعد الرجوع الثاني فرز اللفيف أي الغرباء قبل الصفر ردوا حقوق الرب أي التقدمات حفظوا السبت رفضوا الزواج بغريبات بسم الله ياب والابن والروح القدس لله الواحد أمين أهلا بحضراتكم في برنامج سراجون رجلي كلامك النهاردة بنعمة ربنا في سفر نحمية نبتدي من أول الآية 19 في الإصحاح الثاني وكنا المرة اللي فاتت وقفنا عند الجزء الخاص بتشجيع نحمية للشعب إنه يلا نبني سول لأرشاليم ولا نكون بعد عار وقلنا إنه المعنى الروحي لده إن أنا وحضراتكم لازم نبعد عن عار الخطية وعن سلطان الشيطان بإن إحنا نبني حاولين أنفسنا أسوار علشان الشيطان ما قدرش ينتصر علينا والحرب الروحية نقدر نبقى محميين من كل من هو بيحاول يبعدنا عن ربنا أو يأثر في حياتنا زي ما كلمنا معلم نابوليس الرسول وقال البسوا سلاح الله الكامل حتى تقديروا أن تثباتوا ضد مكايد إبليس في الحقيقة النهاردة من أول آية 19 نبتدي مع بعض ونشوف يا ترى هل الشر أو الشيطان أو العالم الذي قد وضع في الشرير هيسكت على عايز يعمله نحمية هل الناس اللي حواليه اللي ما هماش من شعب إسرائيل واللي مش حابين الخير لإسرائيل واللي مش عايز ولاد ربنا يعيشوا بوصايا ربنا هيهدى وهيسيب الموضوع كده يعدي على خير وهل الإنسان اللي ماشي مع ربنا مش هيمر بتحديات ومشاكل يعني طالما أنا إيجابي ومدخل ربنا في حياتي مش همر بضيقات أو مشاكل تعالوا نشوفه نقرأ مع بعض من أول آية رقم 19 في الإصاحة التاني بسم الله أبو الإبن والروح القدس الإله الواحد أمين وَلَمَّا سَمْعَ سَنْبَلَّةَ الْحُرُونِي وَتُبْيَى الْعَبْدِ الْعَمُونِي وَجَشَمْ الْعَرَبِي هَذَأُ بِنَا وَاحْتَقَرُوْنَا والحقيقة للمرة التانية بيكلم سفر نحمية عن أن في أشخاص بيستخدمهم دايما الشيطان كأدوات إحنا اتفقنا في العهد الجديد ليس لنا أعداء بني أدمين يعني أنا وحضراتكم ملناش عدو بني آدم لأنه في الآخر حتى اللي بيحاول يضيقنا أو يئذينا نحن نتعامل معاه بالمنطق اللي أنا هقوله ده لو أنا مسكت عصايا وضربتك مش مفروض تزعل من العصايا لكن تزعل مني لأن أنا اللي ضربتك إحنا بنعمل كده أي واحد بيضيقنا أو بيضطهدنا أو مش عايز لنا الخير أو بيحاول يئذينا هو ببساطة بالنسبة لإيماننا المسيحي هو عصايا في إيدين الشيطان بيحاول الشيطان من خلال هذه العصايا أنه يضربنا وبالتالي إحنا نبقى فكرين على قده قوي لو قررنا نسيب الشيطان ونسيب الحرب ضده وإن إحنا نحتمي بربنا ضد الشيطان ونمسك في مين؟ ونمسك في العصايا إحنا عدونا الأساسي هو الشيطان في العهد القديم الشيطان كان بيستخدم ناس كده وطبعا الاسمين دول الأولين ذكروا قبل كده سنبالة وطوبيا لكن اضاف ليهم واحد جديد اسمه جشم العربي وهو الحقيقة من رؤساء قبيلة يعني اسمها قبيلة قدار دي قبيلة عربية مشهورة كانت بخيامها السودة جدا وكان يعني برضو من الناس اللي انضموا لكره شعب إسرائيل وكره أرشاليم وكل ما بيتقال هناك فكانوا مش عايزين المدينة دي تتقام هنا طبعا في بعض الأشخاص يفكروا ازاي يقولك الله طب ما دا معناه بقى ان انا لما هبتدي أقرى من ربنا وحاول أصلي وحاول أتناول وحاول أصوم وحط نفسي في جو روحي ما دا معناه ان الشيطان هيبتدي حربني وبعدين لما يجي اقرى بوستان الرهبان يلاقي ان في بعض القدسين العظام اللي كان الشيطان يخاف من صلواتهم فيبتدي يضايقهم ويبتدي يعني يبعت لهم كده مضايقات ومشاكل بحيث انه يحاول يعطل صلواتهم ويحاول يعطل علاقتهم بربانه الحقيقة انا عايز اقول نقطة مهمة جدا انه ارجوك فرق بين حاجتين بين انه طبعا الشيطان مش هيبقى مبسوط وبين ان الشيطان يقدر بقى يئزين اقول لا الحقيقة لا الشيطان ما يقدرش يعمل غير اللي ربنا سامح له به وبالتالي احنا عندنا ثقة في انه ربنا مش هيدعنا نجرب فوق مناطيق ربنا لما هيسمح بحاجة هيسمح بيها على قد امكانيات اما موضوع ان الشيطان يئزينا او يدايقنا او يمنع صلواتنا او يظهر لنا عشان يعمل كذا وكذا وكذا يا جماعة خلي بالحضراتكم القصص اللي قيلت في بستان الرهبان كانت خاصة بقدسين عظام زي الامة انطونيوس وزي الامة بولا وزي كل الرهبان اللي اظهر لهم الشيطان او حاول يدايقهم انا وحضراتكم اغلب من كده او قد تكونوا فاكرين ان الشيطان منزعج اوي من صلواتنا هو نفسه طبعا يعطلنا لكن الله لن يسمح ان يعني يعمل لنا شيء فوق طائتنا وبالتالي الشيطان صحيح مش هيبقى مبسوط صحيح مش هيبقى فرحان هيحاول يعمل بعض المضايقات لكن خلونا نفتكر تعبير معلمنا بولس الرسول انه استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني انا محمي بربنا بالعكس انا لما بتناول وبصلي وبحضر الاداس وتبتدي الاسوار تتحط بيبقى فيه صعوبة ان الشيطان يتعبني حتى لو حاول يدايقني لكن مع الوقت ما يقدرش وبعدين في مرة من المرات احد الاباء القدسين بص على الفخاخ اللي حطها الشيطان في العالم ولقى الفخاخ كتير قوي فتنهت كده من جواه والدايق وبص ربنا كده وقال له يا رب بص للسماء يعني مين اللي يقدر يخلص مين اللي يقدر ينتصر على الشيطان ده وعلى اعوانه وعلى العسيان اللي بيستخدمها عشان تضربنا واتدايقنا فسمع صوت من السماء بيقول بمنتهى الوضوح والقوة المتواضعون يخلصون يعني المتواضعون يخلصون يعني يا حبيبي خليك حذر لو بدأت تتمشي في سكة ربنا وتبني الاسوار اوعى تحس انك بقيت شيء اوعى تتكبر وتبص للناس اللي حواليك على انك احسن منهم لا كل ما الانسان يقرى من ربنا لازم يتضع وينصحق ويشكر ربنا صاحب الفضل وصاحب القوة وصاحب النعمة وصاحب العمل ويقول له رب انت اساس كل شيء وانت كل حاجة وانت الكل في الكل ده حتى المسيح يقول لنا انفعلتم كل البر قولوا انكم عبيد بطلون لو عملتوا كل حاجة قول ان انا غلبان ليه لان الشيطان ما يعرفش ينتصر على الشخص المتواضع فالقلب المنكسر والمتواضع لا يرزله الله ابتدي ابن الاسوار اتضع اشكر ربنا لما يشتغل في حياتك ولما دنيتك تنمو روحيا تنمو قول له رب اشكرك لان انت اللي سنتني وانت لو قفت معايا وقالوا ما هذا الامر الذي انتم عاملون على الملك تتمردون فاجبتهم وقلت لهم ان اله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ونبني ايه اللي حصل بالزبط اللي حصل انه بدأوا بتعبير الدنيا بقى عايزين يوقعوا بين نحمية وشعب اسرائيل وبين الملك ارتحشست فقالوه يعني سألوا نحمية وسألوا اليهود انتو بتعملوا ايه انتو بتبنوا الاسوار انتو مش عارفين ده نوع من انواع اعلان التمرد وعشان جدا قلت لحضراتكم كلام نحمية للملك في الاصح الاول كان صعب جدا انه يقولوا انا جاي هعمل كذا وكذا وكذا وعايز ابني الاسوار لانه ده مفروض ان الملك يفهموا على انه نعمل انواع التمرد فبدأوا التلاتة دول صنبلة وطبيا وجشم يقولوا لنحمية واللي معاه انتو جايين تبنوا الصور وتتمردوا جايين تعملوا انقلاب على الملك وده دايما عادة الشيطان انه بيحاول يخوفنا كل ما نبتدي مع ربنا يحسسنا اما انه مفيش فايدة او يهبطنا او يقول لنا ربنا ده لي ناسه او يقول لنا الطريق صعب وان فيه صليم وفيه حمل صليم وينسينا انه المسيح يقول احملوا نيري لانه نيري هين وحملي خفيف يعني المسيح له المجد يقول صحيح فيه ديقات وفيه مشاكل وفيه مسئوليات وفيه اتعام لكن اللي يمشي معايا انا هشيل معايا النير ده اللي كان بيتحط على الجمستين والمحراص والقصة دي يتحط نير كده حتة خشبة بالعرض والحتة الحديدة دي اللي بتحفر في الارض يقول لك كده النير ده بيشيلوا اتنين فالمسيح يقول احملوا نيري لانه نيري هين وحملي خفيف فنقول لرب اشبعنا انت نيرك هين وحملك خفيف ما اي نير تقيل ومتعب يقول لا لان انا لا هشيل معاكم اللي بيشيل النير ده مش واحد اتنين انت تشيل وتعمل اللي تقدر عليه وانا اشتغل بنعمتي ومعونتي انت تقدم الخمس خبزات والسمكتين وانا هبارك انت تصلي صلاة ضعيفة اللي تقدر عليها بحسب امكانياتك وانا هستسمن محرقاتك يعني استسمن محرقاتك يعني اعتبر الصلاة اللي انت مقدمها دي وان كانت ضعيفة وان كانت بسيطة انا هاعتبرها صلاة لها قيمتها فالشيطان يخوفنا والشيطان يقسنا والشيطان يحسسنا انه ما عندناش فرصة للتوبة والرجوع لكن في نفس الوقت المسيح له المجد يكلمنا ويشجعنا وعلى لسان ولاده الايجابيين فاهمين كده انه اله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ونبني مش هنقدر نبني او نعمل اي حاجة ما لم يأتي اله السماء ويعطينا ايه ويعطينا النجاح دي نقطة مهمة ما لم يكون في عمل نعمة ربنا وما عنده مش هنعرف نتوب ولا نتغير ما تخافش ابتدي حتى لو حاجة قليلة ويقدر ربنا يغيرك ويغيرني الله غير اشر الخطاء وكلنا شفنا نمازج كتير او في تاريخ الكنيسة او في الكتاب المقدس كتابعد ما تكون عن ربنا ولكن لما ابنت بربنا وشافت قديه وحلو وقديه قادر انه يغير مش يمعه في الطريق وتغيره وبقوا قدسين عظام وبقوا الناس بتروح تمشي مشاوير طويلة عشان تروح تزولهم في الاديورة او في اماكن وجودهم عشان تاخد بركتهم فالشيطان على لسان التلاتة دول سنبلت وطوبيا وجشم بيقول لهم بيخوف شعب اسرائيل يقول لهم انتو جايين تتمردوا على الملك جايين تعملوا مشكلة ده لحنا لو قلنا للملك هيخلص عليكو على طول فرد عليه نحمية الرد المشهور انه احنا خلاص ما بقاش يهمنا احنا عندنا ثقة في ان اله السماء بيبارك كل خطواتنا وهو يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ونبني هنعمل علينا والله يكمل واما انتم فليس لكم نصيب ولا حق ولا ذكر في ارشاليم والحية دي نقطة مهمة جدا في التعامل مع عدو الخير يعني ايه يعني كأنه نحمية بيقول للأدوات اللي بيستخدمها الشيطان علشان يحبطنا ويقسنا وما يخلناش نبني السور اللي هو يعني سنبلت وطوبيا وجشم بيقولهم بصوا بقا احنا اله والسماء هيعطينا النجاح اللي عايز يتوب ويمشي في سكة ربنا اللي عايز يبني أسواره روحية اللي عايز يقرب من كلمة ربنا ويقرأ الكتاب المقدس ويصوم ويصلي ويعيش في الجو الروحي ده ما فيه شك أنه ربنا هيديله النجاح وهيديله المعونة لأن هنا الإنسان عايز يمشي زي ما ربنا عايزه يمشي بيطلب بحسب مشيئة الله وعش كده السيد المسيح يقول انتوا إلى الآن لم تطلبوا باسمي ولم تطلبوا بحسب مشيئتي بينما اللي عايز يبني علاقته بربنا ما فيه شك أنه ده طلب يبسط ربنا ويفرحه جدا أن الإنسان عايز يتوب ويتغير علشان كده ربنا هيقوي لكن في نفس الوقت لازم الإنسان اللي يمشي مع ربنا يفهم الآتي أن الشيطان أو أدوات الشيطان أو الحاجات اللي بيستخدمها الشيطان عشان تعطلنا في علاقتنا بربنا ليس لهم نصيب ولا حق ولا ذكر فيه أرشالين وده مبدأ روحي مهمة قوي يعني إذا كنت عايز تمشي في سكة ربنا وإنت بديبني الأصوار اعرف وافهم واخد بالك أن عندما تتعامل مع الخطيئة أو مع الشر أو مع أدوات الشيطان لازم تفهم أن الشيطان ليس له نصيب ولا حق ولا ذكر تعالوا نفسرها نقطة نقطة يعني ليس له نصيب يعني أنا النهاردة لما أجأ أقول جسدي ده هو عبار عن إيه معلم نبول السرسول يقول أنتم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم وأن من يفسد هيكل الله فسيفسده الله أنا جسدي ده ملك ربنا طب هل الشيطان له نصيب فيه له جزء فيه طبعا لو أنا سبت الخطيئة تسيطر علي الشيطان كده هيبقى ليه نصيب فيه وبالتالي لو أفكاري مشوهة وفيها أخطاء يبقى الشيطان له نصيب في أفكاري لو مشاعري من أغبطة وفيها خطيئة يبقى الشيطان له نصيب فيه قلبي لو بستخدم جسدي فيه خطايا زي شرب السجاير والمخدرات ولوف خطايا الشهوة إلى أخيره يبقى أنا هنا بقرطي بروح للشيطان عشان يبقى له نصيب فيه وربنا هنا يحذرنا أنه لا يمكن لأحد أن يخدم سيدين إما أنه يحب واحد ويبغض الآخر أو يغضع لواحد ويترك الآخر دي نقطة مهمة الشيطان مش مفروض أنه يبقى ليه سلطان علينا ولا يبقى ليه وجود لا في فكرنا ولا في قلبنا ولا ليه سلطان على جسدنا ودي نقطة مهمة الإنسان اللي عايز يبني أسوار حواليه ويتمتع بعمل نعمة ربنا لازم يبعد جسده ويبعد نفسه عن أنه الشيطان يبقى ليه نصيب وليه جزء خاص به يملك عليه الشيطان ودي نقطة صعبة لكن إحنا ساعات بسبب تهونا بنروح بإرادتنا للشيطان علشان يملك على أي جزء من جسدنا وكل جزء ملكه الشيطان هيجي في اليوم الأخير يعلن أنه مش خاضع لربنا وإنما هو خاضع للشيطان ودي نقطة كلنا إحنا محتاجين نكون حذرين فيها أنا ملك ربنا أنا إنسان الله أنا رجل الله جسدي هيكل لله وروح الله ساكن فيه أنا مليش في جسدي نصيب للشيطان ومش مفروض أن يكون الكلام ده أما موضوع ولا حق يعني ولا حق شيطان في الحقيقة لما بيعرض الخطيئة بيعرضها بمنطق بيعرضها بطريقة مغرية بيعرضها بفكرة تشد الناس وتخلي الناس يصدقوا أنه الكلام ده حقيق حتى للناس اللي جوه الكنيسة واللي ممكن يكونوا عايشين مع ربنا فمش بيعرض الخطيئة بمنطق ينفر الناس ويخليهم تبعنا عن الخطيئة لا بيبقى للشر منطقه أستنى يا بونا بقع معاه في الخطيئة لأنه هو الوحيد اللي فهمني وحاسس بي أنا بشرب السجاير لأنها في الحقيقة بتهديني ولما ببقى متوتر شوفوا المنطق هي اللي بتعرف تخليني أخرج من الموت ده أنا أعد مع المجموعة دي حتى لو بيقعوني في الخطيئة أعمل يا بونا ما هم الوحيدين اللي بيسألوا علي وهم أصحابي من زمان ده المنطق المنطق الزائف المنطق اللي هدفه إن أنا أمشي وراه لدرجة دلوقتي بنشوف إن في بعض الكنيس برا بتنخدع بمنطق الشيطان فتحاول تغير حتى في وصايا الكتاب لدرجة بعض التوايف برا وبعض الكنيس الصغيرة في الحقيقة برا عايزين يشيلوا آية لا تزني في الوصايا العشر ويخليها لا تغتصب ليه يا عم إزاي نغير كلام ربنا إيه المنطق إيه المبدأ اللي يخلينا نغير كلام ربنا يقولك أصدو إذا كان الزنة دلوقتي بقى منتشر ومن نظر إلى امرأة فقد زنى بها في قلبه ليشتهيها يعني يبقى كلنا كده بنزني فموضوع الزنة ده بقى صعب إن احنا نرفضه خلينا نشيل لا تزني ونحط مكانها لا إيه لا تغتصب شوفوا منطق الشيطان شوفوا خبس الشيطان وللأسف ممكن يأثر في ناس يعني عايزين يده عذر لأخطأهم والضعفاتهم انت لا تجعل للشيطان منطق في حياتك وما تقولش أعمل إيه ما أنا لازم أأزيه زي ما بأزيني ما هو عين بعين وسن بسن لا يا حبيب ده مش منطق ربنا في منطق لله في حق لله وفي منطق يدعي الشيطان أو حق يدعي الشيطان ولا ذكر في أرشاليم يعني ولا ذكر في أرشاليم يعني حتى ولا تفتكر تفتكر عمل الشيطان أو حيل الشيطان أو خدع الشيطان أو أدوات الشيطان وعلشان كده نلاقي أن في الأداس أبونا يصلي ويكلم على حاجة اسمها تسكار الشر الملبس الموت يعني تسكار الشر الملبس الموت يعني تسكار الخطيئة ده يتعب الإنسان ولو ساب الإنسان فكره يتعرض للخطيئة أو للشر وفضل كل شوية فتكر الكلام ده ممكن الشيطان يتعبه لازم أراجع عناية بتقع على إيه والساني بيتكلم في إيه ووداني بتسمع إيه هي واحد يقول لي طب يا بونا يعلمش سادد عناية وسادد وداني وما بتكلمش لا لكن زي ما اتفقنا لما تكون حذر وبتبني أصوار لقرشاليم يوم شغل ربنا يبقى معاك واضح وباين لكن اوعد سيب تفكير للشيطان يعدي عليه كده حتى أفكار عدم التهارة أو أفكار الكرة أو أفكار العصبية ونرفزة اعتبر وتعامل معا لأنها طائر إذا عدى ما يعشش ما يتعملوش عش يقعد ونسيبه برحته فلا ذكر للشيطان ولا أفكاره ولا كلامه في فكري ويبقى دماغي مليان بفكر المسيح وعلشان كده الكلام واضح كلام ربنا واضح اللي هيبني الأصوار لا يجعل للشيطان نصيب ولا يجعل للشيطان منطق يخليني أعمل الغلط حتى لو كان منطق يباني أنه حقيقي ولكنه في واقع الأمر زائف ولا يبقى فيه أي ذكر أي ذكر ابعد اهرب فروا يا إخواتي فروا اجروا اجروا من الخطيئة واجروا من الشر واجروا من تسكار الشر واجروا من منطق العالم إذا الإنسان عمل كده هو بيبني الصور ما فيه شك أن ربنا هيديله نعمة وهيعينه ويبقى لا لأدوات الشيطان أي إمكانية أو سلطان علينا والإنسان مع الوقت ينجح في بناء حياته الروحية احذر من فخ الشيطان وأدواته اللي عايزة تهبطنا والعايزة تيأسنا والعايزة تملك علينا والعايزة تخلينا في الآخر بنفتكر الخطيئة وبنفتكر الشر ربنا يديني وديكو قوة أن احنا نبني الأصوار ونهرم من الشيطان ومن أفكاره ومن حياله وليلهنا المجد دائما أبديا آمين اشتركوا في القناة